أنا في أكثر من لقاء دكتور لاحظت أنك تتوشح هذا الوشاح وبعد البحث وقرأت اسم أيضا دلال دلال الكرد نعم ما قصت دلال وما قصت هذا الوشاح دلال الكرد هذه بنت لطيفة جدا قد عندها عشر سنوات أتوقع عشر سنوات ما ذكرت سن بالضبط بس بنت لطيفة جدا أصيبت بشضايا في بطنها ودكتور أسامة زميدي ما شاء الله عليه قام بإجراء عملية معقدة جدا لها اللي هي كان عندها إصابة في الكبد وإصابة في القنوات المرارية وإصابة في الأمعاء بسبب الشضايا مشكلة الشضايا الصغيرة لما تدخل يعني تسبب أكثر من إصابة في نفس الوقت وإنت تفتح وما تعرف إيش المصاب يعني إنه ما في وقت تسوي تشخيص فأنا كنت أخذ غرفة وأسامة يأخذ غرفة دكتور أسامة يأخذ غرفة مريض يجيني ومريض يجيله مريض يجيني ومريض عشان نخلص بسرعة هذا في الشمالها مش في الجنوب فدلال كان يعني من حظها أنها راحت للدكتور أسامة ودكتور أسامة ما شاء الله عليه سوى لها عملية ونجح في العملية طبعا إحنا نمر عليها كل يوم يما أنا أو أسامة مع الفريق أنا لطفها ونكلمها تعرف يعني تنشأ بينك وبين المرضى هناك علاقة قوية جدا وفجأة حصلنا أخوها جاي وقال دلال جايبت لكم هدية بين الفريق الأردني لجميع الأعضاء نعم لجميع أعضاء الفريق الممرضين والدكاترا فقلت له نحن اليوم بس مجغولين لأن كان فيه إصابات كانوا هجموا على الشجاعية الشمال وكانت إصابات تيجي فقلت له اليوم واجد صعب لأنه أعتقد العمليات بتستمر لغاية الفجر يعني بتكون هي نامت لكن وعد وعد بكرة الصباح بنيجي ونشوف دلالة طبعا نمر على المرضى أنيويز يعني فنمر عليها فمرنا عليها وفجأنا أنها جابت لنا هذه إهداء الجريحة دلالة الكرد لكل واحد فينا وجابت لنا ساعة ما شاء الله تصور يعني هما ناس عندهم مجاعة وناس فقدوا كل شيء في حياتهم من الأشياء المادية لأنهم لم يفقدوا الكرامة والعزة ولكن فقدوا أشياء المادية جميل